اهلا بكم مشاهدين قال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي مصفكي ان التوافق السياسي بين السودانيين على مرحلة انتقالية يعد امرا اساسيا واشار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عقب لقاه باعضاء المجلس العسكري الانتقالي الى انهم يتفهمون الدور الاساسي الذي لعبته القوات المسلحة مؤكدا على اهمية بذل الجهود لتقريب وجهة النظري وكما تطرق اللقاء لدور الاتحاد الافريقي في مساعدة السودان لتمكينه من عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخه السياسي في الاثناء قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري عمر زين العابدين انهم يسعون لتوفير المناخ لتولي القوى السياسية الحكمة بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية تباعدت الشقة بين القوى السياسية حول كيفية ادارة المرحلة الانتقالية بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير وابدت عدة قوى سياسية تصورات متباينة للمرحلة الانتقالية تراوحت بين تسليم مقاليد الامور في البلاد المجلس سيادي مدني وإلى مجلس مختلط بين العسكريين والمدنيين وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير الفصيل الرئيس المنظم لحركة الاحتجاجات المناهضة لحكومة البشير قد اقترحت ثلاثة مستويات للسلطة كما اقترحت قوى الحرية والتغيير تشكيل مجلس رئاسي مدني يوجد به ممثل من القوات المسلحة واضفت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها حول المجلس الرئاسي أن تختار القوى المجلس الرئاسية من ممثلين لقوى الثورة مع تمثيل للجيش عبر وزارة الدفاع ورأت أن يباشر المجلس الرئاسي المهام السيادية وفقا للدستور الانتقالي قال علي الحاجة الأمين العامر المؤتمر الشعبي أن إعلان أي تشكيل وزاري دون اتفاق بين القوى السياسية يعد أمرا غير مقبول ومدعاة للفتنة جاء ذلك في تصليحات له عقب لقائه بموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي اليوم بالخرطوم وأكد الأمين العامر المؤتمر الشعبي أن حزبه مع نقل السلطة لحكومة مدنية ولكن هناك واقعا فرض نفسه في أن ما قام به المجلس العسكري هو عملية إسعاف أو إنقاذ للوضع الماثل وقال علي الحاج إنه لا بد للقوى السياسية من الاتفاق على مجلس وزراء مدني كما أشار إلى أن القوى السياسية حتى الآن متشذمة ودع الحاجة القوى السياسية للالتفاف والالتقاء على حكومة مدنية يتوافق عليها الجميع بأي صيغة تسلم المجلس العسكري الانتقالي اليوم رؤية مكتوبة من جبهة الاتحاديين الديمقراطيين حول نظام الحكم بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية وأوضحت إشراق سيد محمود رئيسة جبهة الاتحاديين الديمقراطيين عقب لقاء ود الجبهة برئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أو الرقم عمر زين العابدين أن الجبهة ترى أن يرل المجلس العسكري كما هو من العسكريين فقط تسانده حكومة مدنية تتكون من مجلس وزراء من تقرارات برئاسة شخصية مستقلة تتميز بالخبرة والحيادية والنزاهة وله نائم بذات المواصفات وأوضحت إشراق أن الجبهة اقترح تشكيل حكومة المفوضيات تعين المجلس على أداء مهمه أددنا في طلبنا أنه حكومة يجب أن تكون حكومة تكنقراط حيث لا توجد قوة سياسية الآن منتخبة أو مفوضة من شعب لتكون هذه الحكومة وبالتالي أن أمصل الطرق أن يكون هؤلاء الوزراء تكنقراط أو مستقلين ثم تأتي بعدها انتخابات يأتي الجميع عبر صناديق الاختراع ورأينا أن فترة السنتين فترة معقولة جدا كفترة انتقالية وأن يتولى المجلس العسكري الانتقالي كل الأمور السيادية في البلاد وأن يتولى الأمور الحارجية وأمور الدفاع والحرب والسلام وشؤون الأمن الداخلي طالب تحالف قوة تغيير السودانية بتشكيل حكومة مدنية وعسكرية لإدارة الفترة الانتقالية بمهام وبرنامج محدد بعد الاتفاق على معايير شاغلها وقال رئيس التحالف عبد الرحيم بن عوف أن رؤية التحالف خلال الفترة الانتقالية تقوم على أساس تشكيل حكومة هجين من المدنيين والعسكريين تتراوح مدتها بين العامين إلى أربعة أعوام وأشار في مؤتمر صحفي إلى ضرورة التنسيق بين الكتل والتحالفات السياسية فيما يلي ترتبات الفترة الانتقالية كما أشار إلى أن التحالف لديه خطة واضحة فيما يلي تشكيل الحكومة المدنية ومخاطبة قضايا السلام وإقامة التنمية المتوازنة في كافة ربوع البلاد وأشدد على ضرورة مواصلة الاعتصام في محيط القيادة العامة لحين تنفيذ مطالب الثورة نحن نكون ما منطقين ولا عمليين إذا قلنا بنحكم بلانا كمدنيين في الراهنة علينا ذلك في وجود من الجد ولا أنتم تكونوا عقلانيين وتكونوا عمليين إذا قلت بتحكم براكم لأن الشعب ده ما بيقبل عساكر براهم ولا المجتمع الدولي ولا الاتحادات الافريغي ولا الاتحاد الأوروبي الآن في العصر ده حكم الأسكر مرفوضة جمع قانونا وجمهورا وسياسيا ودبلوماسيا تبقى مشكلة وفي السياق شدد السكرتير التنفيذي لتحالف قوى التغيير السودانية محمد أحمد المهدي على ضرورة أن توكل مهام الحكومة المدنية للكفاءات ودع السكرتير التنفيذي لتحالف قوى التغيير السودانية القوى السياسية إلى البعد عن المحاصصات الحزبية الضيقة نحن أصلا مرفوض عندنا مرفوض رفضا باتا لأن المحاصصة ما بتغضى لمعايير ونحن أساسا تكلمنا عن المعايير طالما تكلمنا عن المعايير وكان المعيار للشخص المناسب في المكان المناسب هو المهم فيبقى دور المحاصصة عندنا هنا مرفوض وعلى الأقل إن لم نقل مرفوض تماما الذين يرون أن المحاصصة لها حسنات فليأتوا بعد ذلك يغنعون أكد عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجل أصم قيام المؤتمر الصحفي لإعلان الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني وأوضح أنه لم يتم عرض الأسماء على المجلس العسكري الانتقالي من جانبه اجتمعت عصر اليوم قوى إعلان الحرية والتغيير مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وفي سياق المتصل وصف عضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي عباس مدني أن الحديث عن تأجيل المؤتمر غير دقيق وأنه قائم ما لم يستجد أمر على ساحة وأضاف منحنا المجلس العسكرية فرصة كافية إلا أن الزمن استطال وما سنقدمه هو رؤيتنا ومن حقنا أن نعرن الأسماء رغم أنه لم يكن الخيار الذي سنلجأ إليه موسيقى أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل الأستاذ أحمد الخير بمنطقة خشم القربة كما وجه النائب العام المكلف باسترجال تكملة إجراءات التحريف الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة وأرف تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه وفي ذات السياق أصدر قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحريف بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة أعلن الرئيس الكيني أهورو كينياتا دعم بلاده الكاملة لأمن واستقرار السودان وفي اتصال هاتفي برئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ورقم عبدالفتاح البرهان أكد الرئيس الكيني مساندته للسودان ليتجاوز هذه المرحلة وأشار إلى أزلية الروابط والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين من جانبه أكد الرئيس المجلس العسكري الانتقالي حرص المجلس على عودة الحياة لطبيعتها وأشار إلى جهود المجلس للتعامل مع الوضع الراهن كشفت مجموعة قوى إعلان الحرية والتغيير بجنوب كردفان عن تواصل مع الحركة الشعبية شمال لوضع إطار للسلام الشامل وقال عضو قوى إعلان الحرية والتغيير محمد رزق الله في مؤتمر الصحفي عقاده بكادوبلي إنهم لا يودون إقصاء أحد من المشهد السياسي وأن المجموعة ترغب في تأسيس دولة القانون والمواطنة تلك الدولة التي تحاكم المفسد السياسي والمجرمين وأكد على أخذ خصوصية الولاية في الاعتبار لسيما أن الحرب في المنطقة لم تتوقف بعد كل دول ما يفهم أنه هو التغيير جات أشما تقصي الآخرين أو يعني تبعد الآخرين عن الساحة السياسية قلنا نحن جاين نأسي دولة القانون دولة المواطنة الدولة اللي يعني ممكن تحاكم المفسد سواء كان فاسد سياسي أو مجرم في كل الحالات نحن ولاية عندها خصوصية مرتبطة بمسائل كثيرة تحدثنا في الجانب الأساسي فيها مسألة السلام ومستبشرين خير في أن الحركة الشعبية لقطاع الشمال أبدالعزيز فينو متواصلة معنا وسوف نواصل بمبادرات أخرى في المرحلة الجاية إلى ذلك قال علي بشير عضو المجموعة إنهم قدموا مذكرة للوالي حاوت جملة من المطالب أولها إزالة مظاهر النظام السابق ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة وطلبت المذكرة بحل مجلس تنسيق الأحزاب السياسية ومراجعة أداء وسائل الإعلام المملوقة للحكومة وإيقاف عمل أشركات العاملة في مجال التعدين في الولاية اتملت هذه المذكرة على 12 نقطة تتمثل النقطة الأولى في إزالة مظاهر نظام الإنغاز من شوارع عاصمة الولاية ومدن الولاية المختلفة وحل الواجهات الحزبية للمؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاتها لصالح الدولة بالإضافة إلى حل ما يسمى بمجلس تنسيق الأحزاب ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة ومراجعة أداء وسائل الإعلام الحكومية وإنهاء سيطرة عقلية المؤتمر الوطني عليها تمكنت قوات نظامية مشتركة من الشرطة والجيش والأمن من ضبط أكثر من 100 برميل وقود مهربة منطقة الهودي شرقي محلية الدامر كما تم إحباط تهريب 23 رأس من إناث الإبل كانت في طريقها إلى دولة مجاورة وقال مدير شرطة ولاية نهر ميل بالإنابة إبراهيم حسان للشروق إن القوى النظامية المشتركة ألقت القبض على 30 متهما متورطين في العملية وبحوزتهم سيولة نقدية تقدر بمبلغ 280 ألف جنيه كما أفاد بضبط شرطة مكافحة التهريب لخمس سيارات دخلت للبلاد مخالفة للقانون وإجراءات الجمارك السودانية وأبان أيضا أن الشرطة باشرت بلا فتح بلاغات في مواجهة المتهمين تمكرت حملة من ضبط 105 برميل جاز دي جازة للبيع ومعبية في أربع لواري كبيرة تم ضبط 30 من المتهمين بحوزتهم بالإضافة لهذه الكميات من العوض 288 ألف جنيه وصادفة الحمد لله الحملة ضبط واحد من ضعف النفوس بتاجر بالمخدرات تمكرت مكافحة التهريب من ضبط 27 منها 23 من اللياغ كانت مهربة لجهوينة نصر العربية وبحمد الله تعالى وضم ضبط أيضا 6 عربات بنفس القوة من جانبه قطع والي نهر النيل المكلف عباس أحمد عبد الله بأن القوات النظامية ستكون بالمرصاد للمتلعبين بأمن واستقرار الوطن والمضاربين في مقدرات اقتصاده لافدا إلى أن مكافحة الفساد ونصف مخططات المفسدين وشبكات الإجرام مسئولية وطنية وتاريخية تضامنية تقوى على عاتق الأجهزة النظامية والشعب بلد إجراءات صار مجدًا جدًا في البتلعب لنا في الحياة دي والحمد لله سألينا تكون طوف وشترك من البوليس والجيش والأمن والحمد لله هسه اللي شايفيننا قدامكم دي مضبوطات الناس البدو على اللقاء اللي هربوا في اللغود بتاع الولاية واللغود بتاع الإنسان المفروض يستفيد منه نحن إن شاء الله ستكون محكمة فورية وعاجلة وقانونية وما في أي رجعة فيها إن شاء الله لأي يزول بتلعب لنا نطلب من أخواننا المواطنين في جميع الولاية في جميع الولاية يساعدون على الأقل يساعدون نحن نقدر نضبط أي يد مخربة لأقتصادنا ولولايتنا تسلم رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق والرقن عمر زين العابدين رؤية مكتوبة من اللجنة التنسيقية لقوى حماية الثورة حول نظام الحكم بالسودان خلال المرحلة المقبلة وأوضح رئيس اللجنة أبو القاسم برطم في تصريح صحفي أن رؤية اللجنة تقوم على ضرورة تفكيك مؤسسات الدولة العميقة والإسراء في وقف التدهر الاقتصادي بمحاربة الفساد وتقديم المفسدين إلى محاكم عادلة وحول الحكومة المدنية أفاد برطم أن اللجنة التنسيقية ترى أنه يجب تكوينها من كفاءات دون محاصصة مدتها ثلاثون شهرا برئيس وزراء مستقل وأبان برطم أن اللجنة التنسيقية دعت إلى تشكيل جمعية تأسيسية على المستوى القومي المجموعة قدمت طرح ملخص في الآتي تكوين حكومة مدنية تقنقراط أو قفاءات لمدة ثلاثين شهر والحكومة دي يرأس ليس وزراء مستقل وعندها بعض المهام المخترحة من المجموعة أرغب واحد تقيقة السلامة العاجل اتنين محاربة الفساد إعادة هيكات الخدمة المدنية وإصلاحها إعداد ميزانية عاجلة للفترة الانتغالية بناء علاقات خارجية متوازنة الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة كاميرات المجموعة لاستكمال المنظومة لابد من تكوين جمعية تأسيسية تشكل بانتداب أو بترشيح أي حزب شخص واحد دعا مواطنون استطلعتهم كاميرا شروق إلى وحدة الصف والكلمة في سبيل تحقيق أهداف الثورة فيما يتعلق ببناء الوطن وترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة وأشاروا إلى ضرورة التخلي عن العصبية وأوضح المواطنون أهمية أن يعمل المجلس العسكري الانتقالي والحكومة المدنية المرتقبة على توفير فرص عمل للشباب للاستفادة منهم في عمليات البناء والتنمية يعني بوجه سطلهم للإعلام بشكل عام يعني بوجه برضو سطلهم بصورة خاصة لغنات الشروق لأن هنا من الغنوات كانت الناس بالتابعة بشغف كبير جدا جدا وكان عندها مريدين ومعجبين وناس ملتفين حولها يعني فنعني من وجه لا سطلهم إنها مهتمت بالثورة ولا حتى مقدمين البرامج وناس الشغالين فيها يعني كان في بعض الغنوات كانت يعني الموظفين والمزيعين كان بيولوا تصامات بره وكان بوروا آراهم يعني ده جانب الجانب المهم المطلوب مننا نحن كشعب سوداني في المرحلة القادمة المطلوب مننا كثير جدا جدا أول حيانا نحرز الصورة يعني نحرز صورتنا دي إنه ما تسترق مننا يعني ده نمرة واحد الشداني والمهم إنه نحن نلتفى حول تجمع المهنيين والحرية والتغيير لازم نلتفى حولهم لأنهم هم الموجه صاح الصورة دي وقد قامت قامت بصورة عفوية لكن في النهاية كان هم القايد الوصلونا للمرحلة دي المطلوب مننا إنه نكون على وعي ونتحد مع بعض ونكون واعيين ونكون يعني داريين بل بيحسن وما يكون في عصبية وفي هنا المهم يعني نستخدم العقل في التصرفات بتاعتنا وكده يعني نفتكر إنه إحنا في المرحلة بالذات المرحلة الانتغالية إحنا نفترض أفكر في حكومة تكون تكنقراط يعني حكومة ما عندها أي ولاء غير إنها ولاء للوطن حكومة تتميز بكله في مجاله يعني الطبيب في مجاله والمهندس في مجاله والمعلم في مجاله يعني زي يقولوا أدو العيش لخبازينه فأنا افتكر إنه دي مرحلة حقيقة خطرة جدا ومرحلة حرية جدا في تاريخنا السياسي فلابد إنه إحنا يعني ما نضيع الفرصة دي في إنه إحنا نبني وطن كلنا بنحلم بيه وطن الديمقراطي وطن يسعى الجميع وطن للشباب الجاهد والناضل والضحى بيروحوا من أجل هذا الوطن في بوادر بتاعة انفتاح بدأت تصهر خبوط في سعر الدولار في كم حاجة كده أتمنى إنه الناس تتوحد مع بعضا وزي ما اتوحدت حققت الثورة وحققت التغيير وحققت المطلوب التماسك بتاع الناس وإنه كلنا نتماسك مع بعض ونساعد المجلس العسكري للوصول بالسودان لحاجات أحسن مما نتوغع ذاته والحمد لله رب العالمين ونقيف بس مع بعضنا حقيقة نحن كسودانيين في الفترة الراهنة دي المفروض يعني زي ما اقوله نلتف كلنا حول بعض ونتمسك كلنا ببعض عشان نحقق يعني أهداف أكبر لأهداف الثورة مطلوب من الشباب إنه أو من الحكومة المفروض توفر للشباب يعني الشباب طاقات حايلة يعني مهدرة يعني صراحة النظام الفات كانت في طاقات حايلة مهدرة ما استغلاء كمية من الشباب العاطلين نتمنى من الحكومة جاي أن نتوفر لهم يعني طاقات بتاعة عمل واسعة يعني في المشاريع بتاع الزراعة مشاريع التعدين يعني في طاقات المفروضة الناس تستعملوا كل البلدان بتعتمد على الشباب وعلى التطور وعلى الحاجات الدين نتمنى أن يستغلوا الشباب استغلال صح تفقد والي سنار المكلفة اللواء أحمد صالح أحمد عبود ولجنة أمن الولايات الأسواق وطلبات الوقود والمخابس بمدينة الدين دي ريئتي ذلك إنفاذ لتوجيهات المجلس العسكري الرامية للاهتمام بالخدمات وتوفير الصناع الدرورية والخدمات الأساسية ووجه الوالي بمضاعفة الجهود والعمل على حل كافة المشكلات الاقتصادية كما خاطب اجتماعا ضم اتحاد أصحاب المخابس ووقلاء الطلبات الوقود ووجهوا إياهم بمضاعفة الجهود لتجاوز الأزمة الحالية وبشر من فراج وشيك في توفر سنعته الدقيق والوقود الحمد لله عقدنا اجتماعا مع اللجنة الأمنية بين اللجنة الأمنية الولايية واللجنة الأمنية الخاصة بمحلية الدين دير ضمت كل الفعاليات من مدير الكهرباء للموية وقمنا بتشكيل غرفة بتاعتدارة أذمات حتى تطلع بمهامة فيما يتعلق بالطلبات والوقود وما يتعلق بالأفرام والدقيق وأنا نحن شعرين أنه الأمور ماشية تمام واخدنا جولة داخل سوق الدين دير الحمد لله يمكن لاغت قبول طيب من كل المواطنين وكل الناس وما اتخذناه من إجراءات ومن تدابير أنا متأكد إن شاء الله تصوب في مصلحة المواطن وتصوب في مصلحة المحلية بإذن الله تواصلت حملة إسحاح البيئة التي أطلقتها قوات الدعم السريع بولاية الخرطوم وشملت الحملة اليوم محلية شرق النيل حيث وجدت قوات الدعم السريع ترحيبا كبيرا من قبل المواطنين وشملت الحملة الطرقات والأسواق الرئيسة بشرق النيل والأماكن العامة ووجدت حملات إسحاح البيئة الاستحسانة من قبل الأهالي حيث انخرط الكثيرون في عمليات النظافة وقال النقيب نجم الدين عبدالله إسماعيل رئيس شعبة الإعلام ممثل دائرة التوجيه والخدمات إن هذه الحملة تأتي في إطار المسئولية المجتمعية الوطنية لقوات الدعم السريع ونحن في محلية شرق النيل الليلة أيضا بنطلق حملة إصحاح البيئة من أجل المسئولية المجتمعية الوطنية لقوات الدعم السريع من جلبه أعرب الفاضل مهدي جميل مدير شرطة محلية شرق النيل عن تقديره للحملة وأشهد مدير شرطة محلية شرق النيل بالدور المجتمعي لقوات الدعم السريع بيولاة الخرطوم نحييكم في محلية شرق النيل ونتمنى إنه تقدم معانا وقت كويس جدا ونتمنى إنه تساعدون في نظافة محليتنا لأننا شاكرين شاكرين لكم جدا جدا إنكم يتوصلتون ومرحباكم في محلكم وفي بيتكم وفي حتتكم ولد مخاطبته انطلاقت الحملة أكد معاوي أحمد سليمان المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل أن هذه الحملة تمثل مبادرة قيمة كما أثنى على قوات الدعم السريع على تنظيمها لحملات النظافة وأصحاح البيئة بيولاة الخرطوم بجانب مهامها في تأمين البلاد من العبثين بأمنها عبركم جميعا نرسل تحايانا وتبركاتنا وسلامنا لقائدكم المفدى وقائد هذه البلدة الأخ حميتي الذي أمن لنا هذه البلاد من الروع وها هو اليوم يغود حملاتا للإصحاح البيئة هذه الحملات التي سيكون لها وقعها في نفوس أهلكم الطيبين في شرق النيل التحية لكم وأنتم تتجردون تماما لخدمة هذا الشعب المسكين الطيب المنتظر لهذا العطاء الثر التحية لكم وأنتم الآن تحمون محلية شرق النيل من العابسين والمعرقين والمندسين في الصفوف وقفت حكومة ولاية غرب دارفور على سير العمل بمستشفى الجنين المرجعي وقال والي غرب دارفور المكلف اللواء الركن عبدالخالق بدوي محمود أن العمل قطع مراحل متقدمة وفقا للمعطيات على الأرض بتوفير المواد والمال اللازم لإكمال هذا المشروع في الفترة المحددة